اعتقال ثمان فلسطينيين في ألمانيا والسويد نفذوا عمليات إرهابية لصالح نظام الأسد وده اللي أعلن عنه المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية أن السلطات الألمانية اعتقلت في برلين ثمان أشخاص نفذوا طيب قراءتك للخبر و رأيك في الإجراءات يعني بصراحة الأستاذ زمدوح هذا خبر بالغ الأهمية يوجد مع الأسف العديد من الفلسطينيين الذين تورطوا بالمحاربة في جانب صفوف نظام الأسد الإرهابي الإجرامي الذي قتل الفلسطيني قبل السوري وهؤلاء الأشخاص استاذ ممدوح شو صار معهم حملوا حالهم وراحوا لوين راحوا إلى ألمانيا راحوا إلى السويد راحوا لاجئين يطالبون بحق البقاء يطالبون بالحماية فتم اكتشافهم على أنهم مجرمون وعلى أنهم مارسوا قتل ومارسوا تشبيح ومارسوا إرهاب وخدموا تنظيم الجيش التحرير الفلسطيني الإرهابي الذي هو بإدارة سورية والذي قائم عليه النظام السوري والذين يمارسون الإرهاب ومن خلاله يقتلون سوريون ويقتلون فلسطينيون بصراحة فهذا دليل هذا دليل ورسالة لكل مجرم ولكل إرهابي قاتل إلى جانب إلى جانب إلى جانب إلى جانب ميليشيات داعش الإرهابية أو ميليشيات الأسد الإرهابية وكل من يدور في فلكهما إسنان مع بعض كل من دار في الميليشيات المتطرفة التي حسبت إن كان على المعارضة أو إن كانت على النظام أنها ستلواحق وستقضى طبعا ده مش ممكن ده يعمل كأنه يعتبر بالنسبة للنظام السوري إن ده خاين إنه ساب النظام وهرب أبدا أبدا هو النظام غير معني يا سيد الكريم هذا النظام عبارة عن عصابة هذا النظام غير معني بأشخاص وهذا النظام يقتل يقتل أقرب المقربين لأله وقم من كم يوم قتلت أحد أحد الشبيحات القائمة عليه ما أعرف شو اسمه صراحة قتلت بخلال يعني اللعب بسيارتي هي حالة موجودة في المشفى ولكن تعرضت لحادث محاولة اغتيار لحادث قاتل شو كان اسمه يذكرون الكنترول والله نسينا شو اسمه فبالتالي يا سيد الكريم يا سيد الكريم النظام غير معني غير معني بكل هذه كل هؤلاء الأشخاص هؤلاء الأشخاص عبارة عن خدم يخدمونه يخدمون الإجرام يخدمون القتل هؤلاء ليسوا معنيين لا بفلسطين ولا بدين ولا بسوريا ولا بايشة هذول عبارة عن منحرفين كل من يقاتل مع صفوف الأسد هو عبارة عن منحرف إنسان منحرف أخلاقيا منحرف أديولوجيا منحرف على كل الصعود حتى سمح لنفسه بأن يكون جزءا من هذه المعادلة ولكن السؤال الذي يطرح نفسه فلسطيني يقاتل إلى جانب نظام الأسد الإرهابي فلسطيني الذي قتل النظام السوري الذي قتل الفلسطينيين في سوريا وسابقا في لبنان وحجم دور الفلسطينيين والجماعة والتنظيمات الحقيقية التي خدرت فلسطين في مرحلة ما يقاتل إلى جانب النظام السوري يعني خيانة سوريا ثم خيانة فلسطين ثم العمالة إلى إسرائيل ثم العمالة إلى إيران وإلى أمريكا وإلى روسيا يعني هذا المنحرف الذي يقاتل أنا رسالتي حتى ما نطيب بالكلام كل منحرف يقاتل أو قاتل إلى جانب النظام السوري سيقاض يوما ما وهؤلاء هم بداية وإن كانوا وإن كانوا فروا إلى سابع أرض يعني ذهبوا إلى ألمانيا وإلى السويد هنا المحاكمة بتقع ده هم هنا حاليا دلوقتي مجرمين على انتهاكات للقانون الدولي طبعا طبعا يعني بالقانون هؤلاء يعني هؤلاء لسه عندهم هلا يعني محاكمة طويلة الله بيعلم بديش رح تقعد كان بالسويد والله لكن سيجنوا وصابقا تذكر قبل أشهر يعني قمنا بقراءة خبر أن عراقي هنا كان يخدم في ميليشيا الحشد الشعبي الإرهابي العراقي المدعوم من إيران والمحسوب على النظام العراقي قدين بالسجن بعشرين عام لأنه قتل شرطي قتل شرطي في العراق تذكر الخبر؟ نعم نعم فبالتالي فبالتالي كل مجرم كل مجرم خدمة مع هذه الميليشيات الإرهابية أن كانت تابعة للنظام السوري أو داعش سيقاضى يوم من الأيام